كيف تتعلم المسارة في العمل في عام 1984؟ محلقة المسارة كلاعب في عام 1984 في الكاتيجوري جانمتع السعبية في الكادبي وطلعت الكاتيجورية كل كونتا انترنسونال لعبت الكيبنسونال الكادبي الكيبنسونال الجونيور الكيبنسونال الأولمبيك أول مقابلة لها في عام الكابر نادير أذن نزارتي في عام 1988 مقابلة لولنية كانت ضد الاتحاد المونستيري مقابلة كأس في عامد البسيري فوزنة 1-0 والانتلاقة كانت من سنة 1988 حتى 1996 تقريبا ثمانية سنوات في الأكابر في 1996 أخذت قرار بش ندخل في مرحلة أخرى مرحلة التدريب مرحلة التدريب مرحلة التدريب مرحلة التدريب كنت تعمل ترازها بصنص في ماتير تقول الماتير هذه كما تنجحش فيها كنا مطالبين أسبوع كامل نكون موجودين في قصار الصعيد نتواجه في أربعة سنين من ترينة كانت تقريبا يومين في الأسبوع مع الفريق الأكابر وقلت عملية صعبة شوية لتوفق ما بين الدراسة أو القراءة ثمانية سنين في الأكابر رأيت جاء وقت اللي بش ندخل في كل مرحلة التدريب خطران وانا جوار كنت معني بارشا نتكلم مع ليزانترونور نقول رايي كانت توجه كان مساطر وانا بريسك في الفندوزون بعد الكوب دافريكي اللي عبناها مع ليكيب ناسونالولمبيك في مصر وصلنا الدور نهائي ضد المنتخب الكامروني ديت نجاهز في روحي باش ناخد الثنية الاخرى هي اثنية التدريب و على الرقم 16 قررت المقادة في هذه المنزل وضعونه في الرياضان و ايسترسل يمكنك تفعل الاس мелور و ايكيب السنور و ايسترسل عادة كانت موجودا بحاجة مع للمقادة تقدم و الانذهب مرة أخرى اخبرت في المنزل لسيوسف الزواوي لمرة أخبرت كنت أرى للمسارة الصغيرة و أرى أن أرى ما أرى فأنا كان مصدر لكي أرى ما تريني 16 عام لكي أرى ما أرى و قررت على المسارة كلاعب و أرى و أحدى أن أتوكلها للعربي كنت أرى أن أرى ما أرى ما ترى إلى أهلاً في السعب و أفكتباً فأنا أمسل 6 أشهر في عاما ترى كدهاء في ستة شهر قلت راحي مساعد في الندير الزمنزارتي مع السيم حمود الورتاني سنة ستة وتسعين سبعة وتسعين مساعد سنة سبعة وتسعين ثمان وتسعين خذيت الندير الزمنزارتي كمدرب أول وفي سن سبعة وعشر سنة سنة سيبختي كمان البليجون انترونر من ناحية العمر في تاريخ الدوري في تونسي اللي بدافي السنة هذه العام ذاك ساعة كان عام صعيب خطر الوفات اللي انت سبعة وعشرين سنة تبدأ في الجمعية الأمم تاعك ويبدأ قدامك الموراد الغربي يدرب عندك أحمد بورشادة أحمد السويسي يعني لعبينهم أكبر مني في السن وكانت عندهم نجاحات كبيرة على مستوى التتويجات مع السيابي كانت العملية مايش سهلة باش كون انت المتدرب الأول متاحها باش تحط طريقة عيش واضحة وتحط انضباط وتحط ريجور وتحط ريجل دو فيه الموسم كان موسم صعيب لكن الحمد لله في الأخر كمانا في ترتيب السادسين عمانا دمي فينال كوب دة تونسي خرجنا ضد باجا وباجا كوقت هاي اللي هزت الكوب دونك جبانس البداية كانت صعيبة لكن لو فات باش تكمل العام تكمل العام مكانج سهل في السنة ذاكة وفي كوقتها في ديناميك متعلي زكيب الكل بخاتي كما يدوروا في ثلاثة أربعون ترون ارت في عام يعني اقل ماتش رزولتات صفابا ما مياس بروش وانساش اللي كان وصي عزين القاروي اللي هو اللي كان طلع بها الفكرة اللي قال يتشد لكي بسنيور هو بدي انا اتفاجأت خطل ومحس في روحي كوقتها مزال الوقت مش مش تبدأ ديريكت بالسنيور قال تيو كباب وهي العملية كيفاش بدات في موسم اللي قبل عامين التالي كنا نلعبوا على تفدي النزول المقابلة الاخرانية في القروان وكنا مطالبين مش نفوزوا باش نعملوا المانتياه وانا مزال كلاعب في الستة السبعة مقابلة الاخرانين صار تغيير مدرب كوقتها جاسي عزدين بن سعيد وسعب الجليل محواشي اخذوا الفريق في اخر موسم وانا مزال كلاعب ونحن بعد ما يعملوا هما ريونيون ونحن كلاعبين نقعدوا نحكيوا مع بعضنا كل شيء مراد يخلي مراد قائد الفريق خلي منظر نحبك نزيد تعطينا كلك بوان فم تتعاون بيهم وفما مقابلات نبدأ اساسي فما مقابلات نبدأ على البنك وفي اكتف ما الفات اللي كيتخوا البرول معدي جوار كبار والجوار في الكومينيكاسي هذيك يقتنعوا بالكلام هذيك وتحس اللي انت تأثر فيهم وقتها بدأت بطريقة غير مباشرة اللي وليت خرجت في اللي كوليس متع الكلوب في النادي الوزارات السيكو رأوا منظر اللي كابابل عنده برشا في مخو بش نجم بش يجي وقت بش يكون هو مدرب متع سيابي وعز دين القروي كان تخيك وراجو بش يخذي القرار هذيك زده كيف كيف في الموسم عملنا دي ريزوتات صفا باق ومش باهيين سيمون سبون غربية اللي كونو شاد صحيح وما خذيش بقرار توت سويت بتاع الفاسيليتي بش يبدل نذكر خسرنا سكور كبير لنا محمى بننف وكلة بعضها جمهور وواحد وميديا زده كيف كيفه وجمعية كبيرة عليه وسيابي وتاريخ وكل شيء واحنا كوقتها تكلاسين هكا كنا في الخمسة الاولانين هبطنا شوية للثامنين وللتاسعين يعني مانا وبعاد برش عاطيها لكن سيمون سف قال لي احنا سيابي واحنا نخدمه وفم استقرار وعمل بنا رينيو كاستاف كنت كان المساعد معي حسني زواوي وبريباراتور فيزيكس عبل وابل بجاوي وقال انا عندكم الثقة كاملة ومامنين بكم وبش نوصل للزبجة كتيف متاعنا نمشي ونلعبو في باجا وبنجا كاوقتها ماشي في في ديناميك بوزيتيف ربحناها ثلاثة واحد وبعد نمشي ونلعبو في سفيقس ونربحو سفيقس اثنين واحد رجعنا بخاتي كمون كلاسيكا تريام ومن كاوقتها دماريت الكيب قعدنا نعملو في ديريزو التابهين كمانا العام في ارياحية كبيرة على مستوى النتاج كان ديكليك متاع كوباجا، ديكليك متاع تشونغاي، ديكليك متاع الزابي، متاع عدة لعبين اللي خذيتهم أنا كديجون وفي العام هذك مشيول الكوبدا أفريك كوباجا وتشونغاي اللعبو قبل مع سيوسف الزواوي وعزين القاروي وجيو كاوقتها لكن الموسم اللي مبعد ومشيول الكيب ناسونال ومن الكيب ناسونال بعد ما رجعوش واحد تبيع البرما واحد تبيع اليدونيزي لذلك لا مستقلت على رجعا بها، أصبح تبيع البرما جوار ا Polizei ومشيول الكيب ناسونال ومشيول كاوقتها سيوسف الزواوي إنه كاملة اخرى من السيوسف الزواوي لتجربة الماضية لتباع الكالتشو حتى الكالتشو ليس متاع توي في النتسعينات سيوسف الزواوي في المتابة الدولة ويجعلت مجانباً في التعامل وبعد سيدية لربا جامعية جربا في الدفزيون 2 وانا حاجة لحب أن أرجع لها وقتاً يبدأ الغرام والاستعداد وليس تدخل انتك وليس تبدأ التنزل ومن أن تبدأ تخدم بحث الدار لأنني عملت خمسة أسنين في الليق 2 ما بين القصرين وما بين جربا وما بين الأمل وعودت رجعة الجامعية ومشيت القصرين بعد أن عملت العمل جربا في خمسة سنوات في الليك دو وانا كانت عندي قناع علي كونه بزمني باش نقف على سقايا و باش نحضر روحي باتيران باتيران يزمك نمشي تخدم تعيش سنة مع فريق فما لزوبجكتيف كاوخطة متعجربة باش طلعنا للنسيونال طلعنا للنسيونال ستانو بجكتيفاتا تخدم في الليك دو في ديزوبجكتيف خورين لكن كمدرب هذأ يكونك ويجاهزك للمعاركة أخرى بعد عودت رجعت للسيابي رجعت نثبت عليها في السيابي نادي رضي بنزرتي لعب كوب دافريك مع السيكا بيجون في الكود إيفور المقابلة اللونية خسار فيها ثلاثة بلاش ولعب انتورطان مع بيجا كاوخطة المدرب كان سيعمور رذيب صارت فيما ريزيرف على سيس ثلاثة أجانب هبته سورتيران وانتي من عندك الحق كان زوز السيابي ربحت لماش تثثنين لكن خسرته سورتبي وكانت كلاسية الفوق شوي لكن بقي الخسارة متاع ضد بيجا ولات كلاسية ترزيم ولات معنية برشا بسقوط الكوميدي اخذت القرار باش تنحي لانتورنور وانا كملت العام بتاعي في أمل جربة في الديفيزيون دي ومزلت موجود في جربة تليفونات كلتا بعضها كاوختها واحد وانا كاوختها مشيت لعبت ماتش وراوحت ونهار لحد ونهار ثلاثين قالوا رلاسي واحد ونزارت كلتا حركة اللي فرضوا عليها باش نجي ناخو السيابي اللي كان شنو التحدي فما ماتش روتور ضد السيك كوبدافريك ومزلوا أربع ماتشوات شامبونا واحدة ضد السيوتي واحدة ضد المارسا وصفيقس وقوروين في الآخر في العام هذيك شكون تاح تحت السيوتي وتحت المارسا وحنا السيوتي أول ماتش لعبت معها في بلزات تربحنا دوزان يعني كان تعادلنا ولا عملنا رجلتها أخرى مشوالي مشكل ومشينا نلعبه في المارسا ميتان لولين يتخلنا خاصرين ثنين بلاش وكان خسارنا الماتش هكوم براتيكما سيابي تحت عملنا دوزان ميتان كستراروردينير برايكسان كبيرة من الجوار ومن أسكول مرون البوكري وكاقة ماركة وصوص الهدف عملنا ثني ثنين عملنا 1 بوان مع المارسا و3 بوان مع السيوتي وبعد نلعبه مع السفيقس هنا في بن زرت وكان خسارنا كاقة نطيح وعدنا في دقيقة تسعين بلانتي عدنا الباغولي وبعد نشينا القروين ونثبت عليها كما تتو في دقيقة تسعين ومن ثم نشينا في دقيقة تسعين ومن ثم المتعين في دقيقة تسعين ومن ثم أسكول كما يجب على حيارة الكامل في قصة الأولى ويجبت قصة الكامل في المدينة مودي أجل وقت الهادة في أجل من مساولة Frankfurt حانت كامل وقت الهدوان وقت الهدوان حانت سمعت الكامل في الخليج سمعت الكامل للتحديد لقد حصلوا الى سازن في التعامل الأولوية سوف نكتب عليهم هذا القدام وفي عجل الأطلاة وفي عجل الأطلاة كثيرا للجعل عن مدينة الأولوية ليس يعطين، والجعل من ثقتين من ناحية الأجزاء بالإعجاب الأطلاة ونجتم أن يتلق عليهم القيام احنا احنا تراشحنا في الفقز بولي الي فيها الكامرون والأفريقي دوسود احنا ولكامرون و لعبنا حتى الديمي فينال في الديمي فينال مالو روزما عندي سبع لاعبين اللي هما النواة متع اللي كيب ناسلون الميك كان فيه اتفاق باش يغادروا ويمشيوا واللي يلعبوا مع الانديا متاحهم اللي هما شكون اللي هما كوقتها لتوال و الاسبرانس و السياس اس كانت ستاعدك في السلوات أن تلعب فلقد جميلة اليق مع أهل المصري كانوا تلعبوا في جميلة الولمبيك كانت أجدنا في ت europe في هذا الفنال كانت ستاعد أو هناك ستاعدة في أهل المصري كان يتوجد ستاعدات سوى حقابة وما لدينا حظوظ مشابه بشي نترشحوا للفينال. عملنا ماتش دو كلاسماو. ماتش دو كلاسماو ضد غانا. غانا فيها دي جوار بخوفيسيونيل و دي جوار في يلعبوا في الأوروبة. فوزنا عليهم واحد صفر. واحنا عنا عشرة لاعبين كهو. حتى دو زي مقاردين معناش. عندي عشرة ملاعبية وقاردين في الكاش. ما عندي حتى رون بلاسان. الرون بلاسان اللي جاني نفخة لعب ماتش في الشامبينزليغ وفايزو فيه نهار لحد. يأخذ طيارة في الليل. وجيني نهار ثلاثنين الصباح بيش وصل هو وصابر خليفة بيش قاعدوا بيش قاعدوا صابر خليفة بطو التولير بيش عملنا العشرة. هو وصابر خليفة ضد الآلي المصري. ونفخة خادران بلاسان. لعبنا وفوزنا واحد صفر. طلعنا على البوديوم. هزينا الميداي. هذي كاسة يونيكسperience بنسبة لينا. سي كوتوية دي جوار اللي دي تتولير في اللي كيبات الكبار. هذيك خليت اللي كوله نجاح في اللي كيب ناسونالوالامبيك. بويسكس حامد كامون كان هو طبيب متاع اللي كيب برميار في الفيدراسيان. وكان موجود في الإستاج وكان يحضر في الكومينيكاسيان في الدسكور وشيف منذر كبار كيف اشيخ دمع اللي كيب ناسونالوالامبيك. عطاتوا اوني ادي وقتا انا مشيت اللي اتوال طلبني في اللي اتوال باش نكون موجود في الستاف. بديت انطان كو ديركتير توكنيك. بعد ثلاثة شهور مشي المدرب المغربي. وخذيت انا اللي اتوال. خذيت اللي اتوال ميل ديس. في عام اللي بخاتي كمو ايكيب كلها تبدلت. ستاشة ولا سبعة عشر جهور. لعبنا عادوا بليه الاخر لحظة. كان كانت اللي اتوال تقام في كورة موديرن كورة محترمة تربح في العديد من مقابلات بسكور كبير. ستاي اللي اتوال جامعية تلعب عالالقاب. خطر المدرب. الكل مهم مراحل. لكن فرق ما بين تايخوي كيب تلعب عالالتفدي نزول ولا كيب تلعب في وسط التابلو. ولا تلعب عالالادور الولانية باش تفوز بالالقاب. هنا سي سيلة المفتر المية في ديمنسيات اخرى. بعد عملت سيابي. بعد ثلاث سناوات في سوسا. ما اوش سيل باش تقود تلات سنين في جامعية كبيرة في كونت تونيوتي. خرجت مالي طوال اطلبني سيمة ديمن الغربية على الساس باش نفماش مكانية جييت اخوا سيابي. واناك وقت في الوقت ذاك كنت في كده كونتاكت عفوصي مع الهلال السوداني. ومام حتى كان محترم برشا لكن خيارت باش نجي للسيابي جيت للسيابي كانت السعدي هو اللي ميخوا الفريق وسيابي بعد العام الكبير اللي عمدته 2010-2011 ولعبت على البطولة الأخر اللحظة الكورو بعوده تحت معاوده تراجع على الندي رضي بنزارتي على مستوى الترتيب ولا في البلايوف كوقتها في الفاز اللولى بعد اللي بشيكون مترشا كانوا زوزباركي ترشحوا للبلايوف براتيكمان كلاسية كاتر ايام ولا سنك ايام خذيت السيابي بالنسبة للفاز التعالي شمبيناة كنا بعاد ست بوان على الكلاسية اللولانية هما الكلوب والاسبرانس براتيكمان عمنا نتيج كبيرة وولينا الكلاسية اللولانين في الفاز دو بول ما مع الكلوب ومع الاسبرانس كاملنا اللولانين عمنا باركور كبير في الكوب دافريك الكبارات متع الافريك الكل لعبت معهم في السيابي لعبنا مع الاهلي لعبنا مع الاسماعيلي لعبنا مع الديناموس لعبنا مع الفتح لعبنا مع ستيف لعبنا مع مازانبي السيابي ما قبلت حتى بوانتو مع الفرق هذم كل في بنزرت الماتشوات كل ربحتهم إلا ماتش الاهلي عملنا زيرو زيرو وصلنا ديمي فينال في الكوب بتاع الكاف وكان ماراتون مع الستاش المقابلة عملنا ستاش المقابلة ما بين شامبينز ليك وما بين كاف وهذوم الستاش المقابلة في إسبري فيهم ما رحلها متع كيس تربح تكمل ما تربح تخرج وجي ما رحلها متع البول اليوم ستامات شوات ما كانوا فيهم عشرة مقابلات في نظام متع كيس والحمد لله سيابي عودت رجعة الديناميك كبيرة عودت تحطت مع الكبار وصيابي من الكبار متع إفريقيا لفقت وقت جي ما زنبي حتى كيف في تونس ربحة ما زنبي كاوطة صيابي ربحتناها نازيرو وعملنا ببرستاسيون كبيرة يسر الاهلي وقت جيت لهنا غفصناها الاهلي ديور العام هذيك هزت الشامبينز ليك حتى في مصر زيدة كيف كيف عنا بونتو بونتو مش بونتو كورة كاريكازي كان داخل تكون نخرجوا نخرجوا الاهلي كيف عملنا ببركور اكستر اوردينير في الكوب دي تونيزي كوب دي تونيزي فما ناس تنسى شوية اللي احنا المقابلة تكل لعبناهم ضد فرق مليجون وفرق عندهم لتراديسيون مثل الكوب المقابلة اللولنية لعبنا ضد حمام ننف حمام ننف كوقتها في كلاسي الرابعة والخمسة في الشامبونان لعبنا ضد حمام سوسة في النسيونال لعبنا ضد مستير ضد مستير نتذكر كما توا الميطان اللولنية عملنا 0-0 مزالوا خمسة او ستة دقائق لان نور حضرية اخوه وارقة حمرة تخلنا للميطان 0-0 اما نقصين جوار بدنا دوزين ميطان من العشرة دقائق اللولنية مركونا بنتو أنا زيرو خسرين ونحن نلعبوه بعشر وكان عنا مشكل شوية في اللاتاك نتلافت فالبنك لم يكن لم يكن لم يكن لديه موضوع ونلقى علي علي في مخي سيبيتور علي المشاني في مخي اللي كتجيك صنطر دو كوتة ويضا ضرب بالرأس يمركيها ويفكتف ما قتلوا علي برسخ الناس كل خلالة بيات عنا خسرين نزيرو ويقاوم في علي اكسيال بشي شي عملا ذا عيطلو قبل ما يدخل كل شي قتلوا ويقلوا شو تعمل ويقلوا كاستاسيان ويقلوا برش عصير اللي حضر روحك في الجتات يتوسع اللي مركينا البونتو علي مش كما أنا قتلو مركينا البونتو خذ الكورة عاطي بظهر ودار عوش باللولاني عوش بالثاني عوش بالقاردين ومركيها في كاجة عدلنا واحد ربحنا بلانتيت بلانتيت زي دمونج سيل بش ترباح بلانتيت مصير كاوخت من الاربع لانيان في الشامبيناة متاع تونس نترشحنا بعد الدمي فنال كاوخت مع كيب من الدفزيون 3 او 4 ونسيت الاسم متاح وبعد لعبنا فنال مع المرسا المرسا هزا خمسا كوبات دايير ليديو كوب اللي تهزو لخراني نزوز مع المرسا وستيه ماتش تريزانطانس وفيه برشة صعوبة خاصة اني كانوا قبل ما نلعبوا الماتش في الجمعة هيك عندي خمسة جوارات هزا هزا هم اللي كيب ناسونال وحران وإدم رجيبي وفارق بالمصطفى والمثلوثي والجزيري فخردين هذما كلهم مشيوا التركيا يلعبوا في كل الجو ميديترانية وعملوا طرنواء كاملة يجيون ينهارين يجيون ينهارين قبل الفينال وكانت عملية تحذير خمسة جوارات اللي هما فاروق وآدم وحران سيصون دم بيات 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 التحذير كان صعيب الحمد للله اللي هزينا كوب اللي بنزارة كاملة فرحت بعد التتويج ذاك وعودنا رجعنا للسكت افريكا بعد الكلوب افريكا عملت عامين في المرسا سنتين في المرسا ما هوش سيل بشيقعت سنتين في في كلوب في شامبوينان مطا تونس وكانت عاود ترجع انتي وتثبت شكونوا المدربين اللي عملوا عامين وثلاثة سنوات في نفس الكلوب تتقام يتعدوا عصوا المرسا عامين كمانا كلاسي عمل عامين عامين مرسا سنتين عامين في المرسا تتصوير في الانس الاسبرانس على ماناجر جنرال اخذت الكيب سنيور في فترة معينة وبعد جاء تجربة من 2019 حتى 2022 تجربة المنتخب كلمني سيم قليل يرى رائع مكتوب مع الندير لقد قلت لهم في محاتهم مشكلة إن شاء الله تلقاه الخير وهذه هي طبيعة المدرب لكنه في الوقت ذلك كانت مدربة لوقف في الوقت أنا كنت أدرب في النادي راضي بنزارتي كنت شك سومان نهارة الخميس عملت أنوايوم تجوار سيبلي بالضبط كانت تجوار ثلاث جوار ثلاث دو غارديان اخترناهم بالكوردناسيون مع الزنترونير دي جون أعطاوني الميور جوار اللي ينجموا ويطعوا لكيب سينيار وقالتنا عملينهم ميسيون سبيسيفيكنا لخميس أصباح في الكنزة الكتابر كنزة الكتابر غازاو وعملت لهم تينويات وبعد ما يكملوا الانترمان هزهم يفطروا وبديت نغرم فيهم ويقرر فيهم الجو متع السينيار وأنا ريني في السينيار كل جمعة ماتش وتعرفها كيف كنت مرة في الشهر نعمل اجتماع مع المدربين متع الشبان كل ونعطيهم البروغرام متع الميزوسيكل شنو الحاجات اللي يجبهمهم يتخدموا ببالي سينيونس دنترمان ببالي سينيونس دنترمان ببالي سينيونس دنترمان وبلدت عائلة فما برشا قرب ما بين مابين الانترمان مابين الدركسيون تكنيكو مابين لكيب سينيار جوار اللي بيهين قربوه وطلع لنا برشا جوارات فالفترة هذيك تعرفوا من الأسامي اللي 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 اللعبوه وطلع للسينيار وفي سيابي وما مشى وخرجوا لبرا جيب المتضان وآبات فى أصلا بحسنيار اصبحتو رفاة مالكيب سينيار اصبحتوه مع التخبائي معending من العائلة طبيعة المدرب فأنا رأى تنمشي الجمعية بخاطيك ما تقال الفترة قد عام ونس وعامين تقعد عامين وثلاث سنين في كلوب أو تكمل عاما يجب أن نعتبر إنجاز في هذه الظروف التي نرى فيها في الأخرى في 2019 التعيين منتعي بدأت بداية كنت مدرب منتخب وانتي مدرب تونسي مع انتظارات الشارع الرياضي صرتوه كوبدا أفريكي لقبال عمل نديمي فينان كوبليمود لقبال الترشحين يعني أنت يجب أن تعمل إياها كيف هم ولا تعمل خير منهم لذلك خاطر الأبجكتيف تحط هو نصف نهائي كاسفريخي أو كوبليمود بطبيعة يجب أن تترشح لها هذو ما ليز أبجكتيف اللي تحطوا على مستوى العقد ومعهم يجب أن تترشح لشان بدأت أول مقابلة ضد المنتخب الموريطاني فوزنة 1-0 بعد مشيوا الكوديفور نلعبه ضد المنتخب ساح العاش اللعبنا في فرنسا كان كوديفور بخاتيكما بالميور جوار متاحهم ربحونا دوزعان بعد خسارة الكوديفور بدأت تنسيان كبيرة يسر وبرسانا و بشاكت بشعال الجميع ونبتل الانترنور وانترنور بش يتساعد ولي اوصف بشواليو ولي لا تشوالمين متاح المنتخب ولا يوصف كل مرتكوات ما عندكش العق تعمل حتى دفت نكلم فيك كان في سبتمبر 2019 رزيستي حتى الفين واثنين وعشرين وتعمل بخاتكمة 35 مقابلة في اسبريم تعمل يفو لفر ما شفتش برشة توا الفترة الاخرانية حتى مش في الفر في افريقيا يتعدوا على السوابع اللي يعملوا 2 سيكل اللي عملوا 4 سنين وخمسة سنين جو بانس اللي كانوا حتى كان نحكي على الليكيب ناسيونال بدأت بنجاح مع الشان ترشحنا لوروتور ضد ليبيا المقابلات الودية الكل اللي لعبنا ضد مقابلات اللي هما في الطوب فايف لعبنا كامرون في افيراتس عملنا انجروماتش كنا نربحوا ما اللي رزمو ضيانا بلانتي في الماتش هذاكا لعبنا نيجيريا لعبنا كونجو لعبنا مالي الكبارات اللي كل متع الافريق لكل اللي لعبنا معا ودينا حتى في ماتشوات رسمية نشوفوا اللي كونه نسبة الانتصارات اللي مهمة وقتا تتحوص في بلسك سبعين في المئة من المقابلات اللي عبتهم كلهم دي فيكتوار ساتين بيرفرمانس حتى في الليستوار متع الفوتبول تونيزيا أربعة ستين في المئة من المقابلات اللي هما ربح مهامنا حتى نحكي على التونس نحكي على التونس الريوسيت نقول اللي كانت نسبة متع نجاح موجودة أكيد الواحد يجب يشتهده مدامك تشتهد أكيد بشتغلط وأكيد بشتغلط وأكيد بشتغلط ومدرب تونسي وصرتو مانيش في العاسمة باش تلقى عندك انسوتيام متاع المتاع المتاع متاع الجمهور بالرغم الجمهور النذي رضي بنظرتي ما قصرش وقف معايا وقفة كبيرة 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 في الأوقات اللي نعملو ماتش نيل ولا نخسروا وإحنا إذا خسرنا ماتش الماتش اللي بعده كنا تعذر أنت نحيت حتى ماتش نيل ليه بعد خسارها وكلهم الحمد لله فوزنا بهم في كل أربع سنين كانت تونس ديما موجودة في الطوب 3 مش حتى الطوب 5 كانت منتحسن منتخبات ثلاثة منتخبات في أفريخة كلا سمان فيفا ما بعدش على المكان متاعهم ترشحنا كاس أفريقة الولانيين ترشحنا في الفازة الولانية متاع كوبديمون باش تترشح كوبديمون أنا شاركت في ستة منتخبات ثلاثة منتخبات منتخبات ثلاثة منتخبات ساهمنا بجزء من النجاحات باش المنتخب ترشح للكاس العالم أهم شيء كيف كنت كنت أخطى في المنتخب بصورتونا وعادل أهم فكرة لي أنا فرحان بيها حتى عادل كان في التوجه نحب أن نحطوا طريقة أنت عايش في المنتخب بالتليق بالانتظارات أنت على الشارع التونس يحبوا يراوه ملاعبة ديسيبليني يحبوا يراوه ملاعبة يلعبوا ببرشة رجولية ويقاتل على تيران يلعب على حاجة كبيرة يحب يفرح التونس يحب يرفع الدربة بتاع تونس يحب يلعب على البوديوم وهذا ليس يجي بالكلمة وهذا يجي وقتا تبدأ عندك الكرة نحبوا نلعبوا في اشتر التيران نحبوا نلعبوا اللعب هجومي نحبوا المنتخب يخرق فرص نحبوا المنتخب يمشي وقلبه بقلبه حتى مع الكبارات يعني حتى في طريقة اللعب في التفكير اللي بش نعملوا برشة ونعملوا ريكسيون على وإحنا نكونوا اللي ناخذوا الانساتف مش نستناو ونشوفوا وشي يعطينا وشي كتبنا كان جاتش فرصة ولا ولا نجاح نجاح سيكوا على مستوى طريقة اللعب سيكوا نبادروا زد كيف المنتخب كيفاش يعيش مهم جدا منتخب كيفاش يعيش أنا نذكر في الاستاج اللولاني ما غير ما بش نظن نقول لسامي فما ناس جاتوا مخر خرجتوا مستاج فما شكون كان اكارتي مستاج مستاج اللولناني والاستاج متاعي للثاني كوقتها عملت مع الشان ومتخب المحلي وبعد وريت تمسكوا هاو بش نعيشوا مع بعضنا كيفاش فما ديريك باوتي مع معلوف انا قلته غايلين شعليلي جا واحد خرجتوا من المستاج وبعد فسرت له واذا بش تنظبط وتكون في هاو شنية المواصفات وهاو شنو يزننا نعملو راك تكون موجودة اذا تخرج عثنية هيك انتي وغيرك راو بش يخرجو فكلت الاربع سنوات مخرشش ولا تربص شايفو زوزي تعاركو ولا ديكلاراسيون سافابا ولا تجاوز من الملاعب في اوتيل ولا في ماتش ولا هاك خرجو شانجمون شات دبوزة ولا واحد خلش شي منتخب يعيش كعائلة منتخب يعيش مليح واذا بش تحطو في في الجستيون تعال الفيستير ولي نعرفو طوى شنية صعوبة الجستيون تعال حجرة الملابس باللي زيقوم تعال الملاعبية هو في كله بتصير وما يصير ما يصير خلي في ايكيب ناشونال كلهم ديفيدات وكلهم جوارات بمستوى محترم محترم جدا بش توظفهم بش يوليوا فكرة واحدة ويوليوا عائلة فما عمل كبير يجبوا يتعملوا وهنا انا وعادل دي من عاو تقول عادل ذا كان عنو شأن كبير عادل سلمي في النجاح هذا نقول اللي كانوا وراضي انا بنسبة كبيرة اللي كانوا المنتخب الحمد لله مخرجش من الطوب 5 في الافريق مخرجناش من تصفيت كاس العالم كونا نجمو نخرجو منكملوش الهولانين معملناش ماتشوات كاتاستروفيك على مستوى ورزلتات ولا يقعدوا في التاريخ موجودين كانوا نجاحات حتى في الكوپاراب كوپاراب ماشينا بفريق جديد فريق بلاش بروفيسيونال اللي لعبوا في الأوروبة وتلعب ضد منتخبات اللي جاهزين بستاف من الهولندا بستاف من البرزيل كيمة الإمارات كيمة عمان مصر في النصف النهائي كيروش مالهنا بالمتعهم الكل وتفوز عليهم حتى شفت في الدور النهائي كان كورا متع الجزيري في دقيقة تسعين ضربت في البتين فيلي والعيفة بالراس ضربت في الترانسفرسال كان فيديو جو كان فافوراب وكون ننفوز بالبطولة العربية اللي نعتبرو نجاح كبير كيف تحديد مصر؟ كيف تحديد مصر؟ أول حاجة كوبدا أفريكا بتاع مصر اللي معلول ما كانش في الجوار اللي شاركوا كان إكارتي من أول قرار اللي أنا مأمن بالملاعبة رجعت عليه للإكيب ناسونال وكان فيه حتى العديد من الأطراف اللي في وصف الجامعة كانوا يوزيتين كونتر ورجوع علي علي معلول في الفترة هذي كان يزيه ودرا شنوه كل شيء لكن أنا جي أين سيستيم مقتنع بإمكانية نمتعلم لعبي بعد دراسة وبعد متابعة سيلم ميور أريل أطيرال في البروجيه اللي أنا نخما فيه باش نعملوا اللعب وباش نكونوا أحنا مباتر ورجعت علي نفس الشيء يوصف كانت فيه جبهة كبيرة ما نتكلمش من البرة ونحكيش من البرة نحكي من الداخل نحكي من الداخل اللي كانوا هذاء أعطاه برشا للمنتخب وجاء وقت باش نشوفه دماء جديدة وكل شيء وكلام فيك على فيه 2019 مش 2023 كلام فيك أربعة سنين التالي جي أين سيستيم وتكلمت مع يوسف برشا وعيط له اللي استجلوا للانيين وبالرغم اللي كانوا ما زال ما رجعش على صن برصام اللي كان مكروازي لعب اللي كوب دافريك ما لعبش الماتشوات لكل ضرب ضربات وكانت عنده برشا لكن أنا كنت تنأمن اللي كانوا يوسف تريزيوتي للمنتخب والحمد لله القرار انتع عليه والقرار انتع يوسف كنتشوف توا اللي الماتشوات اللي تلعبه لأربعة سنين الكل وحتى البعديانة مع جلال يوسف كان فاعل يوسف كان فالور أجوتي كبيرة فوق الميدان والبرم الميدان عني معلول نفس الشي يعني القرار اللي اخذيناه على أساس هذوما بش يكونوا هما اللي يدور منطع المنتخب وهما اللي بش ينواصلوا معهم الحمد لله كان كان ناجح للمنتخب او شي للمنتخب ولو كان جيت نعرف اللي كانوا هما ما عاش عندهم حد شاي بش يعطيه المنتخب هذي سنة الحياة بش واحد في فترة من المرات بش يخرج لكن هما مزالوا قادرين بش يعاونوا مدم هم قادرين بش يعطيه الإضافة عليش انخرجوا فيهم هنا قرار نعتبره قرار كبير من القرارات اللي اتخذت في بداية المشوار مع المنتخب باش كلمني باش كلمني على فرجاني وسي وديع في ماتش متع سوريا وشنو اللي صار في الفيستير مكتعرف حتى في العائلة وتجم تصير حاجات ممم حتى ما بين الأخوة وشاي ميدة خود ديما وننترن وحل ما يجيش توابعاد يجي خود يحكي على المنتخب في حاجات تحجرة مرئيبس ولا في حاجات خاصات تقعد الغادي ومهم جداً أي واحد يخدم بعد ما يخرج فما حاجات تتقال ولا وشنو اللي صار في الأخر صارت فما سي وديع كلم فرجاني على أساس فما كورا كهو جاش بشي دور بيها فكوهولو في برسينج وهذيك أجابت البونتو قالوا أنا ماريتوش وغلطت وعاكل شاي ودخلت أنا ودخل كوقتها ياسين شيخاوي موجود كقعد فريق يوسف وتسكرت لغادي مخذيتش الديمونسيون أكثر من اللي تقالت في اللي ميديا لكني ذو ما حاجات تصير وانا كان جيت نعرف على حاجة كبيرة وحاجة ينكون أنا ما نحكي لكش عليها جملة وحدة أما تل مو هي حاجة ما هيش مهمة وأنا حكيتك عليها بالتفصيل شنو صارت وهي تقعد ديما براتيك موصيل كوتيدياني نجم يصير ما بين لعب وليعب تصير ما بين مدرب وما بين جور تصير ما بين مسؤول وحتى مسؤول ولا ما بين مسؤول ومدرب ولا مسؤول وليعب ذو ما حاجات يصيروا في الكوتيديان في اللي كلوب الاربع سنوات اللي عملتهم ولنهار جاء واحد من البرو فيديرال قعد على البنك وقعد عشر كلمة على مستوى التعليمات أما أنت بار اكزامبل بتاع الميديا تجي مثلا تخوصورة متاع الجوارات يعملوا في اللي شوف ما مزي ما بداش الماتش ويبدأ بار اكزامبل بمومبر فيديرال ويقف عاليني دوتوش ولا مع رئيس الجامعة ولا مع مومبر فيديرال أخرين واحنا في البنك مثلا قعدين والماتش مزي ما بداش يشوف ما ودخوا الصورة هيك وبعد تهبطك الصورة هيك شوفوا شكون اللي قاعد عاليني متعتوش شكون والمدرب بغزولوا كيفاش قاعد الغاتي انت الصورة اللي تخذت اذيك في اللي شوف ما طرقها الرئيسي نجم يدخل حتى في نجم موجود قريب اللي شوف ما ونجم ذياعاتي في الفنال حتى حتى واحد اللي عنده صلاحيات اللي عشتوا انا باش نجم يقول وشتر كلمة صورة البلونت تكنيك على البنك يعني دون كاذي كلمة حسين جنيح يعمل لهكها ولا عكل شيء دايما فهماش منه هو اتهام للعمال اللي صاره اتهام حتى للراجل اللي هو موش صحيح كان جاي صحيحة نقول لك صحيح حكاية معص حسين دقيقة تسعين وعنا خاصرين ننزيرو بعد كورنيل هيك يدير الاربيتر زفر في البرولونجسون الثانية في المية وعشرين دقيقة خاصرين ننزيروه حاجة نشوفوه بعد ساعة بشي شيرك عدل شيفوه عمل هكا وعاود رجع معني إليزيت فهمت يستنى هكا في واحد نتكلم على عدل سليمي عدل خريب الرمشي وعادي هنا في كل وضع هذيكا في الوضع هذيكا صدقني اللي كانوا وقتها شفتوا وانا هابط زيت شجعتوا بشيارت عمدتوا بيدي هكا مدامك هبط قرب الرمشي نحنا يا بش نعدلوا واحد واحد ولا اثنين بلايش ولا واحد بلايش دايور بعض زفر فامتا على الوضع طبقا احنا نحبه البوز نحبه مثلا يجي مثلا واحد عالمي يقول لي كي بش تعطيني مادة مثلا ما فيهيش حاجة هكا شوية حاجة شوية هريسة شوية هكا بلقم شاي ما تخرج ليش ما تعمليش فهمده كي تحكي لي انت حكيه هكا اعمال هكا شاي تجلب لواحد للمستمع لكن هيا هذو ما حاجات في الكورة يصيروا انا جميل بيان حطوا الاكسان على حاجات اعمق وحاجات تجبد المستمع وتجبد كل شاي اللي فيها بروفندور وفيها عمق هل تحكي له اعمال ارزما اعمالي مركاج عامين كاملين انا فالوقت اذاك وانتي تعرفني اخدمنا مبعضنا في السيابيخ وانا مانيش صغير يعني وقت انا 2019 تتكلم على اكثر ما 20 سنة وانا ندرب تتكلم كريتيك عادي المدرب اللي ميقبلش كريتيك موشون ترونر بالنسبة لي انا يزم يسمع الرأي الاخر يشوف يعمل اوتو كريتيك النفسه ويكون اوفير عادي اما كي تولي عاميا وتي كريتيك لها برسون وتشد حاجة متاع تقولش عليها تصفة حسابات واحد تقول شاي ما انا قريته قراء عندي في الليسي فهمت في الواحد يعني ما فيما حتى مشكل او لا اقترريني تلكلوب ولا لانيت الترجي ولا لتوال ولا لانيت السيابية ما صار حتى نهار حاجة بو اللي صرت بعد كوبرام بلي كانوا جايك مستهدفني يعني انا نجيوب في زميل وهو يقص ويقول قولو هاتا نكمل معه وطول نجيوبك عاوتها مرتين ولا تلاثة وش بيك تتكلم اكاك واحد يقول شاي شبيك على الصعبك شبيك تبرر شبيك درشنا اليوم هو مش اسأله فهمت قلت لي فيش نوع على الصعب انا تواصلني سؤال وانا نجيوب فيه ما نجيوبوش ما نعطيش لزرقمان تاعي كل شي يعني لزرقمان هما تبرير ذو ما عطعني رفلكسي انا شنو شنوه اللي صاير وكل شي ما صارتها ليس شنوه اللي صارتش حاجة كبيرة فهمتها لكن احنا في الوقت هذاك اااااااا措 جزء من نجاح المدرب في طبيعة المهنة في تونس يجب أن تكون جيداً من الميديا كيف تصير العملية؟ تصير العملية التي ترى هناك سهلة الوثاة التي تنتمي الجهة معينة أو تنتمي كبيراً لديه قاعدة جماهيرية وديه ميديا كبيرة يكون تساعد شوية تصير الإنتظارات تونسيا كبيرة وعالية جداً لا تحتاجك إلى تساعد كبيراً لديك أكثر من الأمور لديك أشفاء الشعب لديه ميدياً ويضح لك شيء ويضع لك الوثاة تذكر منك به ده بشهر passer متع المدرب متع نجاح متع المدرب كيفاش يتعامل مع مع لي ميدياد وتلفصان باش هو يساهم باش يخلي اللي كونا فهم اجواء متع سيرين انت احنا خرجنا من الكوباراب خرجنا من كوباراب بجروب ما بين الكوباراب والكوب دافريكا عشرة ايام عشرة ايام شاي يلعبوا ماتش في الكلوب يعني انتي هزيت الكلوب في قطر اللي هو مش نفسه الكلوب لفهم خزري لسخيري لعيدوني للجوار اللي اللي اللعبوا في الوراب الكل ما يجابش طنديسك في الكوب في الكوب دافريك هذو ما كل اكيد بش يكونوا موجودين من الاخر الاستعدادات متاعنا كانت اه ناقصة ما اخذيناش وقتنا ما اعملاش ان بريباراسيون اللي كي بيش تمشي وصلنا للغادي وصلنا للغادي وصلنا للغادي المفاشئات بدأت من هارة اللولاني المفاشئات ساعة ولو انا مشيت انا مع محمد الغربي للكامرون قبل ما تبدأ الكمبيتسيون شفنا ويمش نسكنوا البيوت المطعم يتوسع شفنا حاجات باهين مقبولة كي رجعنا حطينا سيقنا للغادي لقينا ستين في المئة من الحاجات اللي اتفقنا عليهم كلهم مش موجودين اللي كوندوسيون متاع البرجمان كوندوسيون متاع البرجمان كاتاستروفيك صدقني يا محمد رايب بيت متاع ميتر ونص تهز فرش وشتر بير وكهو ولي كوندوسيون ايجيانيك متاع انضافة ومتاع واحد وكل شي لا سير لبلو مونتال سير لبلو مونتال لزمك تكون خدمت بارشة 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 في الجانب هذه باش ليكيب تكون اقوى بلي كوندوسيون ذوك ومتتحمل شي هذكه وتقبل اكسترا سبورتيف وفي التيران يابطوا اكثر اه جاهزين الكورونا فتقتنا من البعض نراه الكورونا في الاسبوع ذاك هنبال بداية بوزيتيف مطلعش معانا من الاول خلط علينا انك كانوا فما ناس بوزيتيف وما طلعوش معانا من الاول وبعد خلطوا علينا كل نهار نعملوا تيستي تخرجو لنا اربع خمسة بوزيتيف وحتى وصلنا الواحد وعشرين مليعبي يعني يمكن تتلعب في في كمبيتسيون بالحجم هيك لتعمل بريبارسيون وطلعنا العديد وكما تعملوا ليس كمبيتسيون بالطلع وكما تعملوا شهرين هذا يجب ان يتحرك لكنه ليس كثيرا تبدو ذلك الكريماتيكة وطلع التيران وطلعين تكون صعب يعني أنك يجب أن تكون مجهز لكي تدعوز نجيريا ونحن نجيريا مجردنا نجيريا وقد أصحنا في الكورونا ونحن نجمع برقينا فاس ونحق نحنقل البيكتف يجب أن تصل إلى الدمي فنال مالورز ما بحتيك ما أكثر المقابلات اللعبت همانا كلهم كانوا وانتصارات رشحنا المنتخب في الباراج الماتش الخراني تلك كوب ديموت كوب دافريكا مانا لولانيين مقابلات كل العملية كي عملنا إن برفرمانس أقل من الانتظارات شوية دمي فنال نصف ونحن عملنا نكاردو فنال في الكنترات وتغير السطفة جلال كان موجود معنا في الستة شهور الخرانيين وشيف طريقة العمل شيف في تحذير التربوصات وفي تحذير سورتو المقابلات وكان هو عادل سهم وبجسء كبير باش نجحنا في الكوباراب ونجحنا في المقابلات الخرانيين هو بيدو كمل دون كونتينويته في كل عمل اللي بناه والحمد لله اللي ترشح المنتخب بالكاس العالم موش سيل باش لعب ماتش باراش اليورطور ضد مالية وتترشح موش سيل باش تعمل كوبديمود مقابلات محترمة وموش سيل باش تقد اكثر من السنة في المنتخب جلال حط المنتخب على مستوى النتائج في طريق بها ان شاء الله نتائج زد كيف كيف تتواصل وتزيد تتحسن ان شاء الله كيف ت viu تريد حcken العمل أن تجد ان تضع حاتك تتحسن الي كان هشارني ومحاج محمد من الزيارة الليل الذين ذهبوا أن يقوموا الليل في السويسرا ويعلعب الجوارات في الأوروب تجد انه كان لائش والشخصية فلوها بالقائمة في العديد من اللاعبين بدأوا معنا كأول مقابلة متاحهم الطالبي عيدوني من سليمان حنبال بالرمضان الكل مخاطي كما يصن لها عودة فرجاني الساسي والاخنيسي أكيد درهم يصنوا فورم دونك كاليش رجعوا كوب دافريك الكوب دافريك بالتجربة اللي عشتها إذا منحظرهاش كما يلزم على المستوى تكل حتى على المستوى اللوجستيكي على مستوى الكيب ما على مستوى ميديكال على مستوى الادفرسير على مستوى الفيزيك على مستوى السوفي الانديفيدويل على مستوى البروفيل متاع الناس اللي بشتمشي بشتاش لعب في كود إيوار رأوا احنا المساب قاتل اللي قتنا نلعبوها في الكامرون وكود إيوار ونيجيريا وقابون وبركينا فاسو مش كما تلعب في تزير والمغرب ومصر على مستوى الكليمان واليكوندسيان كتلعب في الافريك دي سود فتسا ما تخوش عليك تلعب في النور افريك اما اختيت تلعب في زمبيا وطلعب في كامرون وطلعب في نيجيريا وطلعب في كود إيوار رأوا احنا المساب قد تحذير اخر وانت مشيت برشا للتيرانات هادم واليكوندسيان هادم والوطلاء هادم قد تتعدي نهار نهارين مش مشكل اما ايجا عديليش هر لغادي في اللي كوندسيان هاكم وإزمك فيزيك ما تكون في الطاب وفي اللي كوندسيان كليماتيكي تصاي زما برشا تحذير زما برشا ما تشوت اميكو يكونوا تريد اتوديي زما سورتو برشا خدمة باركوم بارتيماء قبل ما توصل لغادي باش اللي فاس دو جو الكل اللي زمنا نعملهم في كوبدا افريكا يكونوا جاهزين ويزم يكونوا عانا اكثر من ستيل دو جو زمنا نعرف ونعملوا نلعبوا مليح فشتر تيرامت على كيباد فيرس ونشدوهم مليح ما غير ما يضربك بالي كوندسيان ويزمك تعرف تسكر وتمشي بالي كوندسيان هذو ما اللي ترواع كاتر فاس دو جو يزموا ميكونوا جاهزين ومش كاوقت عرق باش الجاهزين باش نتمنى ان اللي كوندسيان يخوا وقت انت تحذير كيما يلزم ويمشوا في اسبري اللي بشكل عادة نمشيه باش نلعبوا اللي باش نلعبوا اللي باش نمشيوا ننفسوا على القب اول حاجة سيك الستاندينك بتع راجيه سيب خاتيكما من اللي ميور كلوب موجودين في الكنتينان هزا ستراع شامبينز ديك بارشة بوطولات بارشة كؤوس قاعدة جماهيرية كبيرة ياسر كل ماتش لعب قيش يفرمي بخمسين ستين عمال فينال كوب ديماندو كلوب مع سيفوزي بنزارتي ضد الباييرن وخارجي كبار ياسر دانك تاريخ كبير اليوم انت قطبش تدخل في كيب بالدمنسيان هذيه دي مراه ونقول لك ركض درجين متقعدهمش البداية متاع الموسم كانت بداية صعيبة خد ركيب كلها متعاودة الي قادر كلهم خرجوا ثمانيا الملعبية الصحة الصحة متعراجيه الكلهم خرجوا فانت كونترا وعوضوهم بملعبية اقل اكسبريانس واقل سن واقل تجربة اي توسع فاوزي عمل ثلاثة مقابلات يظهر لي كانت فيهم هزيمة ودو ماتشنول وحتى في الماتشوتم يكون ما امور ما يشماشي كما يلزم ماتشوات موام شريوسية على مستوى النتاج خرجت شفاوزي وقتنا بعد العبت اول مقابلة ضد المحمدية الاكستريار عمنا زيرو زيرو وكلاسمانت يعني كوقتها ترازيام تلوطاش على ستاش ونكتع ونكتع على الخراني يعني ستوني كيبر وليقابل خطيت الرجاير وليقابل الناس يتكلموا لكونوا سناكا نعملوا المنتيان وشي سسميه وبرفرماص وبدنا بالمقابلة بالمقابلة حتى وصلنا لعامنا الجيش وقت العامنا الجيش اللي هي اللولانية الجيش الملكي تشكرينا في المقابلة وكان لدينا إلى المقابلة أولى إلى المقابلة وما يكون لدينا إلى المقابلة جيش لديناsekول ما لدينا هذا مستيوى وكذلك لدينا إلى المقابلة من الدراسة ستЕ writes تشكرينا لدينا المقابلة عندما رض橫ر المهم متى لتصل على الأيور. لتصل على الأولاضia مع انقر Одفعالية التقارية من قتل الفائثة وبهنى تجرب عندما قرأ للغة و اليوم تقاعد كل م ребята يدعونयون بنهم حدث كان على أي ولحدت موازمان ويظased على الأسخاص ب concludes وقد كنت أراد 200 اعلى على الأسخاص بمجرد ولموا نقومation في الأسخاص بمجرد والمنبق للقาhal يتعد الكرام التي ت Gulf nombre على الأسخاصissant و وفي سوتياشون اللي معدي زادفرسير تعرف شنوه الشامبيزليج وتعرف شنوه الصعوبة متاحك كان نجاحة الحمد لله توصلنا كوقتها مع بعضنا مالورز ما مكناش محظوظين في حاشة وهذا اللي داخل في اللي ما انت جمش تحكم فيه انتي باركزامبل ديك قرع كان فريق بالوزدات وفريق شباب القبيرة والاهلي هذو من الدوزيام بتاع البول الأخرى واحنا بش نلعبوا مع الدوزيام بتاع البول الأخرى نيه؟ مالورز ما جينا مع مع الاهلي الاهلي اللي كونه ستونيكيب اللي ترشحت بصعوبة للفاس دو بول وبعدش تلعبوا معنا لانكاردو فينال هفي كونيكيب تريز اكسبريمانتي فاست هي باللي شامبيزليج اللي قبل موجودة ديمة في الفنال خسارنا ثنين بليش في مصر الغادي وعملنا تري تري غرون ماتش ضياعنا برشة فرص وفي الرتور اخر مطلوليني ضايعنا الضرب الجزيالي كانت هذيك بخاتي كما لبش تطرق تعطينا كل الاصندان بسيكولوجيك بش ندخلو بي ونجمو ونترشح خرجنا من لانكاردو فينال متاع الشامبيزليج أثر على مكونات كل متاع الرجاء خلى اللي كونه الطموح متاع الشعب يريد شامبيزليج اللي ملوه اللي كانوا يلعبوا على المنتيان بعد ولينا الشعب يريد شامبيزليج كي خرجنا من لانكاردو فينال ضربة كبيرة للمنتيان المتاع المكونات اللي كله بكل في الشامبيونات قاعدة ديوو يدباه مالأرزمان الرئيس اللي هو اللي خدمت معاه رميل منديل وحط جلسة عامة وقرر بش يخرج البيرو هذا كله مشاه جاء بيرو جديد البيرو جديد جاء في شهر ماي تقريبا وحنا بدينا روه في سبتمبر نكلم فيك على تكمل سنة في الرجاء إذا تكمل موسم وانتي مدرب في الرجاء راوي الفول وفير ونكلم الناس تعرف ماهو الازاتانت جاء بفكر جديد يحب مدرب أوروبي يحب مدرس أخرين لذلك مالي جاء كان عنده فكر بش يستافة ذاية بش في العام عام جاء بش كفاماكو بارابة قريبة بش يحب يبديه بالستافة جديد وصارت الطريقة محترمة الخلاصة سيكيو عام في الرجاء طبع الطريقة فكرت حقاكو بشيكو صارت حقاكو بشيكو خلاصة عندي مدة منقعة مدة من إش خالص تقريبة عرب عام خمسة شور وقالي رئيس ورئيس وقتمشيه ليسا لير كثر وفهمت هما كدخلت ثلاثة اربعيين ما جيتش الإنترماء خلاص مرث اصدقال الواشق يقولك فهماش ان اوك نعمل ورزيليات على أساس هو مش قاعد يريني وانا مش مريني ممشيتش مريني هكاك خاطر ممشيتش يريني خاطر الوضع الصحي يطلب بش نرتاح اصبوع في كل الوقت هذاك بعد فسرت لهم اللي كانوا وراه وطبيب الفريق هو اللي اقترح اللي يزمك ترتاح شوية ومجيتش مراسي اينا بسرتيفيكايت وصالها بعد صارت صارك الميزانتون تذيك ابعد فهمنا وكل الامور مشيت كما يلزمو وهما نتمنى لهم الخير والنجاح وانا زادة كيف كيف خرجنا من الباب الكبير المرحلة ديما بعد المدرب بوقتها يبدأ معندوش نادي اكيد بش يكون فما سوليسيتاسيان بش يجي كان صارت مع منتخبات ولا كنت تنحبذ اللي كولو نخدم مع منتخبات كان فيه منتخب افريقي اه تكلمنا على برشة قدمنا في الواحد ما صار اختلاف على مستوى سطاف اه اه جزء اقل شي جزء ما ننا مش نمشي نخدم اه اه وانا وحدي في الاخرين كلهم يبدأوا ما مش خدمه معاي المنتخب هو المنتخب الكونغو كونغو بعد ما اتفقناش على مستوى مستوى اللي تحدي كيف 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 اه كنت قريب وسقل قدام وستقل كأتل يش نمشي المنتخب الليبناني وبعد اه متكيف اه متافقناش اه اه في العديد من الي اتط الله كنت في توجه بش نخدم خارج تونس عملت 23 أو 24 سنة في تونس قلت جيت لفترة هذية واحد يخدم البرة شوية يزيد يشوف تجارب أخرى فما في مصر فما في تزير سيتو حتى في ليبيا زيد كيف كيف في الأردن في العراق في الكويت في الإمارات في السعودية هذا ما كل تكلموني فمت يعني كانت فما اتصالات زادة مع منتعات منتعات والتعادلات والإعجابات والعليل وكي ما فإن الفريق يستخدمون المقاربين لقد يستخدمون المرحلة هذه المحاولة هو موجودة هذا ما نستحرك ونصرع على أن نريد الخارج في المطالبين من الموجودة قولين تجل بين؟ لا يظهر فيك من وجهك فما دي كونتاكت أفنصي من مصر ما نقولش حاجات مباشرة غير مباشرة بعد بش تولي تاخو أبعاد أخرى وكل شيء بذاته لايما تتورينه ولا ما تاخوش ما أنا شوي وفير لأي حاجة نقتنع بها فيه وخي نقول مرتاح نتوكل على ربي أول شيء إن شاء الله يا ربي الشعب الفلسطيني والصعوبات اللي قاعدين يتعدوا فيها إن شاء الله ربي ينصرهم وربي يخف عليهم واحنا قروبنا كل معاهم بلادنا في تونس في وقت كما هذا في وقت الصعوبات هذه إن شاء الله جي أيامات مخير والبلاد وتمشي سيخته للاستقرار والازدهار والتطور نتمنى إلى تونس كامل والشعب التونس يزدي كيف كيف الخير والصحة والندي راذي بنزارتي الفضل للربي والفضل للسيابي باش اليوم واحد أعمل المشوار هذي إن شاء الله السيابي تعاود ترجع للمكانة الحقيقية متاحة باش تلعب على الألقاب والنجاحات كيف كيف زدها وكل واحد نأمن اللي كانوا ديما العمل الجاد والمستمر أكيد بشعة الأكل ومسي قناعات أنا نأمن بهم طنك واحد يعمل على ذراعه ويبدأ فهم برشة ثيقة ويحاول باش يتطور من نفسه ويبدأ يحاسب نفسه وحتى كان الأمور ممشتش يكون صعيب مع نفسه ودي ما يخدم بثبات وما غير ما يبعد على برانسيب متاعه خطر الرأي رجولية به والصدق به وكي ما تقدرش به وكي تخدم بأخلاق أسراه به هذو ما اللي الثوابت يتغرسوا في الليجون اللي جايين نعمل على روحك كخواة في اللي كاليتين متاعك اخدم برشة تطور من نفسك حتى كما ما نجحش زدك كيف كيف حاول باش تزيد تنزل على روحك واللي بش يعطيك ربي لا باسماء وما تكون مقتنعة لك انو ما تخدرش العباد ما تقول الشكلين اللي ما يتخالش باه حتى كبعد تشوف في دي زاناليز وكل شاي تقرأ وتفهم شنو المستوى وتفهم شنو الثقافة تجم تكون قاري اما مكش من الثقاف خاطر الثقافة سيكيوتجي كيفاش تتواصل وشنو ما الأفكار اللي تحطهم وكيفاش باش تحاول تصلح خاطر عنا في أمس الحاجة اللي كاولوا نعود ونرجعوا لكل اللي كلي تربينا عليهم كل مبادئ وبرشة رجولية وبرشة برشة نتعاون ومبعضنا خاطر ما بعضنا نواليوا أقوى نحن ما تناش المليون لك إذا نتلهوا ببعضنا ونكسروا في بعضنا رانا مش مش ننشحوا إذا نتعاون والبلاد هذه نجموا وردوها واحد مثال اللي زنترنور نجحين وان شاء الله وين يخرجوا عنا أحسن طباء عنا أحسن ناس عنا أحسن ناس في الميديا عنا أحسن دي بي دي جي هذي الكل ننرجعوا أكثر للعمل ونرجعوا أكثر باش من منتهاوش أكثر بالتكسير وبالتنبير نرجعوا أكثر حتى للنقد الإيجابي ونشجعوا الناس اللي تحب تنجحوا والناس اللي قاعدة تخدم بصدق وان شاء الله تكون الجيل اللي جاي هذي إن شاء الله نتمنى أولهم النجاح إن شاء الله على المساوية كل